خليني بداية كده أخد انطباعتك أو رايتك لشكل الدوري في الموسم الجديد إيه اللي أنت متوقع إنه يبقى إضافة؟ إيه الحاجات اللي ممكن تكون متخوف منها؟ والله إحنا لو نتكلم على متخوفين، متخوفين من حاج كتير لأن الأيام اللي فاتت إحنا بنكلم أسبوع قبل الدوري كنا بنتكلم المطشاط إيه، إيه القرعة، إيه الترتيبات، عدد الجماهير كل الأسئلة كانت مطروحة، فواضح كان واضح بشكل كبير إنه ما فيش تجهيز أو ما فيش خطة موضوعة للدوري حتى بداية الدوري النهاردة، لو بصينا مع احترامي النادي طلع الجيش ونادي البنك الأهلي ولكن كنت أتوقع بداية أقوى للدوري مطش جماهيري، فرق جماهيرية، دايماً بتشوف في أوروبا مطش بداية الدوري خصوصاً إحنا عندنا محتاجين الناس تتجمع وتتفرج على بداية الدوري وتهتم ببداية الدوري، خصوصاً تشوف إيه المنتظر في السينما دايماً يقولك الأوفيرتور فتحة الفيلم أو الأفانتيتر اللي هو بيبقى قبل التلترنت ما تنزل مهمة جداً لأن دي عنوان اللي جاي بعد كده يتشدك وتخطفك فتبقى مستني، يا إما تبقى تقريدية أو مع كامل الاحترام طبعاً أنا لا أقصدش بقاشاً من أشكال التقليل بس الفكرة أنه حتى لو مش بتكلم على مطشات أهلي وزمالك واللي داخل معهم مثلاً بيرمز وممكن نقول إسماعيلي بتاريخه في عندك مطشات كورة وفرق جماهرية ممكن ترهن عليها في افتتاحات دوري تكون جاذبة للأنظار أو أكتر جاذبية بالشكل ده بالضبط لأن بداية الدوري مهم وأول أسبوع مهم وأول أسبوع هو اللي هيحدد هل فعلاً هنشوف فيه تغييرات؟ هل فيه تطورات بتحصل في المطشات؟ في الجرافيك اللي بتعرض؟ في التصوير؟ في الحضور الجماهيري؟ في الحاجات اللي تكلمنا فيها كتير التحكيم؟ كل حاجة في أول أسبوع أو أول أسبوعين هي اللي هتتحدد وهي اللي هتحدد شكل الدوري هل فعلاً فيه تغيير ولا ما فيه تغيير؟ لكن هل بقنا نتوقع أن فيه تغييرات كتير هتحصل وفيه التطوير اللي احنا تكلمنا فيه وكل الناس تكلمت فيه وقتل بحساً مشاكل الكرة المصرية ومشاكل تطوير الكرة المصرية؟ أنا مش شايف ده بيحصل على الأرض الواقع شايف أن الدوري بدأ والناس اتفاجئت أن فيه مباريات دوري وفيه احنا معرفناش التصوير يبقى إيه التطورات اللي حصلت هو فيه وعد من الربطة أنه يبقى فيه يعني نقلة ممكن تبقى مش على مستوى الدوري الإنجليزي لكن يبقى فيه صورة مختلفة في الدوري يبقى فيه جرافيكس مختلفة يبقى مختلف شوية في الدوري لكن ده من حيث الشكل أنا أميني أكتر المضمون والمضمون بالنسبة لي بيتلخص في نقطتين أساسياتين ما أعتقدش أنه أي حد معني بتنظيم مسابقة في مصر وبالذات مسابقة الدوري يكون فيه خلاف عليهم نمرة واحد الحضور الجماهيري نمرة اتنين التحكيم القصتين دول لو نجحنا فيهم شكل المسابقة هيختلف 180 درجة وقوة الدوري هتختلف والمنافسة فيها هتختلف 180 درجة ودول يمكن يكونوا من أسهل الملفات اللي ممكن تتعامل معاهم يعني أنت ممكن ما تجيبش لعيبة من بره ملعار التقيل ممكن الأندية ما بقاش عندها قدرات على الإنفاق على الصفقات بالملايين الدولارات لكن في النهاية في حاجات أنت تقدر تشتغل فيها وتقدر تعمل فيها تطوير يا فاروق وفي حاجات بسيطة أنت المنتج اللي أنت بتقدمه كمباريات هل هو ممتع؟ هل هو جزاب؟ هل مباريات الدوري المصري جزابة؟ أنا بشوف أنه فنيا لازم الدوري المصري تتطور ما ينفعش أن أنا تبقى مطشاطي 0-0 ومطشاط مقفلة وافضل لحد الوقت يلعب بكورة خلاص عاف عليها الزمن لازم تبقى كورتي مفتوحة بنشوف الدوري السعودي بعيدا بها عن النجوم بعيدا عن أي حاجة حتى قبل قدوم النجوم للدوري السعودي كانت مطشاطه مفتوحة التعاقد دايما مع المدربين الأجانب مدربين بيحبوا الكورة الهجومية على سبيل المثال لا الحصر مع احترام النادي فاركو التعاقد مع المدرب البرتغالي عجب نادي فاركو لأنه بيقدم أسلوب دفاعي أغلب مطشاطه 0-0 مباراة نادي فاركو يعني هتلاقي الناس في الموسم الماضي الناس بتتكلم أن المباراة مش ممتعة دلوقتي أنا شايف أنه في الدوري الجديد في تعاقدات كتير مع مدربين بيلجأوا لنفس الشكل فأنا التطور حتى المنتج الفني مش براهن عليه بشكل كبير